أكد المشاركون في جلسة لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني التي تداول المعلومات ضرورة للقضاء على الشائعات جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني من جانب يأكد عمد دين حسين عضو مجلس الأمناء أن هذا القانون سيكون أداة مهمة للكشف عن المشكلات أولا بأول فيما هدها ما يسمح بمعالجتها قبل التفاقم وسيسهم كذلك في جهود مكافحة الفساد